تعال معي النهاردة اقولك ازاي تعمل او انتقالات احترافية بالزكاء الاصطنوعي اهلا بيكم يا شباب معكم بيتر شكري والنهاردة جاي اتكلم معكم على حاجة مهمة جدا 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 بما ان الزكاء الاصطنوعي دخل في كل حاجة فانا جاي النهاردة اتكلم معكم يا شباب ازاي نقدر نعمل بالزكاء الاصطنوعي زي ما شفنا كده في المقدمة بتاعة الفيديو وكل اللي عليك تعمله انك هتابع الدرس ده لغاية النهاية وهتنزل الداتا اللي انا سيبها لك او الحاجات اللي انا سيبها لك فيه صندوق الوصفة او في عشان تقدر تطبق معي اسناء ما انا بشتغل فمن غير كلام كتير كده يا شباب خلينا على طول نبتدي مع بعض كل اللي انا هعمله ان انا هجيب هنا كده وهبتدي ان انا احاول اعمل ما بينهم او نقلة معينة فخلينا نختار كده من مجموعة الفيديو اللي عندنا دي اي حاجة احنا عايزين نعمل اه يعني فيها نقلات واللي يكون مسلا اه اتنين بيلعبوا رياضة زي كده هو هنحطهم تحت بالشكل ده هاجي انا عايز اعمل ما بين المشهد الاول والمشهد التاني فتعالوا نشوف هنعمل ده ازاي بزا كال استناها هبعد المشهد التاني عن الاول بالشكل ده وهيكي عند اخر فريم انا عايز اعمل عنده اه بتاعي بالشكل ده خلاص يا شباب اهو ده المشهد اللي انا عايز اعمل عنده خلاص فهبتدي ان انا ادوس على علامة الكاميرا اللي موجودة هنا دي اللي هي هبتدي اعمل للفريم اللي موجود عندي طب لو ملقتش علامة الكاميرا دي موجودة هنا بجيبها منين كل اللي انا بعمله ان انا بدوس على العلامة بتاعة من هنا كده ببتدي اسحب علامة الكاميرا دي او وحطها في المكان اللي انا عايزه بعد كده بدوس اوكي فهلقيها ظهرت عندي بالشكل ده طيب كل اللي انا هعمله دلوقتي يا شباب ان انا هدوس على الكاميرا دي او وهبتدي اصبط الفورمات بتاعي على خلاص وهبتدي اكتب مسلا او اه يعني ايا كان اللي انت عايزه مسلا اهو وهبتدي حطها كده على انا حطيتها على ممكن تعمله في اي مكان زي ما انتم عايزين ما فيش اي مشكلة وبقول له خلاص يعني ممكن اضيفها على هنا ممكن ما اضفها طبعا مش محتاج اضيفها يعني بس انا اضابعتها كده علشان يعني لو عايز اضيفها وهبتدي ان انا ادوس اوكي فهتلاقوها ثلاثة على بعد كده هيجي عند اول مشهد في الكليب التاني بالشكل ده وهعمل نفس الكلام وهبتدي اكتب مسلا فوتو تو مسلا اهو وهبتدي ادوس اوكي طيب انا دلوقتي عايز اعمل الانتقال دوت هبتدي اعمل ايه? هبتدي افتح الفوتوشوب اللي هو بره اللي انا ابتديت ان انا يعني اعملهم فانا هبتدي اعمل كده هجيب الصورة الاولانية فخلينا نجيب الصورة الاولانية بالشكل ده كده وهبتدي ان انا اعمل بالشكل ده. انا جبت الصورة الاولانية. طيب هبتدي ان انا اعمل ايه? هدوس على او كنترول تي. فهيبتدي يعملي على الصورة بالشكل ده. هيجي هنا كده على بتاعها بدل ما هي مية هخليها خمسين. خلاص. فهصغرها بالشكل ده. انا دلوقتي عايز يعني اوسع المسافات اللي هنا كده بالزكاء الاصطناعي. فزي ما احنا عارفين في الفوتوشوب الجديد هندوس على العلامة اللي موجودة هنا دي كده هو الريكتانجل دي. وهبتدي ان انا اخد ايه شوية من الصورة بالشكل ده. طبعا بسيب شوية حواف من الصورة عشان الزكاء الاصطناعي بتدي اشتغل معايا. هسيب شوية حواف كده بالشكل ده. طيب انا كده عملت على الصورة. انا عايز اعمل على اللي هي الفاضية دي. فانا بعد ما عملت على الجزء ده هبتدي ادوس على او لو انا فيبتدي اعملي على العكس. يعني هو دلوقتي عامل على الجزء الفاضي مع الحتة اللي برا الصورة دي. وهبتدي اعمل هنا كده وهبتدي اعمل وهستنى لغاية ما يخلص ونشوف النتيجة. زي ما شفنا يا شباب النتيجة مبهرة جدا جدا. انا كده وسعت الصورة بتاعتي بالشكل ده علشان لو حبيت اعمل زوم اوت زي ما احنا هنشوف كده في طبعا عندك اختيارات ممكن تختار هنا. ممكن تختار دي زي ما انت عايز. يعني حسب ما احنا اعايزين. انا شايف ان دي مناسبة جدا 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 جدا. والدنيا تمام جدا. فهبتدي انا ادوس على كلمة هنا كده وهبتدي اعمل علشان استيفها خلاص. و هنه يعني هنخليها مكتوبة زي ما هي كده وهبتدي ان انا ادوس خلاص انا خلصت الصورة الاولانية. هيجي بعد كده خلاص. وهبتدي افتح الصورة تانية بالشكل ده. نفس الكلام. الصورة التانية اهي. هبتدي اعمل ابن وهعمل نفس الفكرة. هبتدي ادوس على كومند تي او كنترول تي بالشكل ده. وهبتدي ان انا اصغر كده. هخليها برضو خمسين. خلاص صغرتها. ونفس الكلام. هبتدي ادوس على العلامة بتاعت الريكتانجل دي. وهبتدي ان انا اخد جزء من الصوره ده. بالشكل ده كده اهو. خلاص طبعا بسيب شوية اتحاوف من الصورة يقدر يبني لي عليها الزكاء الاصطناعي اللي هو عايزه. ابتدي ادوس على او كنترول شيفت اي علشان ابتدي اختار المشهد من برة. وابتدي ادوس هنا كده. وادوس واستنى عليه لغاية ما يخلص ونشوف برضو النتيجة. طيب زي ما شوفنا النتيجة كده يا شباب لو ما عجبتنيش اول نتيجة ممكن اختار آآ نتيجة زي كده مسلا النتيجة دي كويسة. ممكن اختار نتيجة زي كده. وممكن لو انا ما عجبنيش حاجة من دول اقدر ان انا ادوس مرة تاني. انا شايف ان دي ممكن تكون مناسبة هي الفكرة ان احنا هنخلي اصلا الترانزيشن ده سريع فهمش هيبان كل التفاصيل دي. تمام? دي يعني انسب واحدة في التلاتة اللي هو جابهم لي. هبتدي ادوس على برضو هبتدي ان انا اعمل او على طول وهبتدي هنا كده برضو هسيبها بنفس الاسم خلي بالكم. وهبتدي ان انا ادوس هنا كده وهبتدي ادوس اوكي. كده المهمة خلصت على الفوتوشوب. هبتدي ان انا ادخل على البريمير مرة تاني. وهجيب الصورتين دول من بره. الصورتين اللي هو يعني طلعهم لي من الفوتوشوب. فانا هاجي على كده وهبتدي ان انا ادوس على الكوبي رقم واحد والكوبي رقم اتنين. وهجيبهم بالشكل ده. كل اللي انا عملته ان انا وسعت شوية الصور بتاعتي يا شباب. فهبتدي اختار كده الصورة الاولانية نهايتها هنا كده. هبتدي احط وراها او الفيديو الاولاني. هبتدي احط وراها الصورة دي. طبعا هعمل على الصورة الاولانية بس. وهبتدي احطه بالشكل ده. طبعا هاجي هنا على وخلي بتاعها مسلا خمس فريمات ولا حاجة. هبتدي ادوس مسلا خليها سبعة. او خمسة زي ما احنا عايزين. خليها مسلا خمسة. خمسة فريم. وهبتدي ان انا ادوس كده اهو. خلاص. ولا ممكن نكبرها شوي. زي ما احنا عايزين يعني ممكن نيجي هنا كده. بدل ما هي خمسة فريم نخليها سبعة. نكبرها شوية اهو هتبقى كده وهاجع على الصورة التانية احطها جنبها بالشكل ده وهبتدي ان انا اعمل سبيد وديوريشن برضو هبتدي ان انا خليها سبعة فريم وهبتدي ادوس اوكي بقى انا حطيت الصورتين جنب بعض جي بقى وقت يا شباب الانتقال او النقلة اللي احنا هنعملها ما بين الصورتين خلاص وهبتدي الزق الفيديو بعد كده في الصورة او وراء الصورة التانية هبتدي ادوس كده اهو انا كده حطيت الصورتين في نص ده اللي انا هعمل فيه الترانزيشن. حلو جدا. طيب هبتدي اعمل الترانزيشن ازاي? خلي بالكم. بصوا كده الصورة بتاعتي اه يعني ايه الصورة الاساسية بتاعتي? اهي. والصورة التانية اهي. بصوا وسعت ازاي? طيب انا مش عايزها تبقى كده. انا عايز ارجعها الاصلها تاني الصورة دي. الصورة دي انا كنت مسغرة بمقدار خمسين. هاجي على بدل ما هي مية في المية كده. هخليها متين في المية علشان تبقى في وضعها الطبيعي. فهنا كده لو رجعت بصوا الصورة في وضعها الطبيعي اهو. بصوا كده في وضعها الطبيعي. طب هاجي اعمل كده برضو في الصورة التانية. بدل ما هي مية هخليها متين. لانه ده بالزكاء الاصطناعي. بعد كده هاجي هنا كده هلاقي ان الفيديو شغال بعد الصورة عادي جدا اهو. يبقى انا كا اني ما عملتش حاجة. طيب حلو جدا. وبعدين هاجي على الصورة الاولانية كده. وهبتدي ادوس على من هنا. وهبتدي اختار اسمه ترانسفورم. اهو هنلاقي موجود ادي اهو. هبتدي ارميع على الصورة الاولانية. وهبتدي ارميع على الصورة التانية. طيب ايه اللي انت عايز تعمله بقى? خلي بالكم. هنيجي هنا كده هنسيب في الاول زي ما هو عند خلي بالكم. هسيب زي ما هو هحط بس وهاجي عند اخر الصورة دي. قبل ما تنتهي كده بفريم واحد بس. وهبتدي ان انا ارجعها بمقدار كان بقى يا شباب بالمقدار اللي انا عملته على الفوتوشوب اللي هو خمسين. فهترجع بالشكل ده. خلاص? هبتدي ابعيدها بس شوية كده. عشان تبقى عند نهاية الصورة. وهاجي هنا كده هعمل العكس. هخلي دي بقى تكون موجودة او يعني تكون موجودة بالشكل ده او تكون مسلا اه زوم اوت يعني هخليها مسلا تبتدي بالخمسين كده اهو بالشكل ده. وهبتدي احط هنا كده. وهبتدي ان انا اعمل كده. هو هرجع تاني فريم واحد بس. واخليها عند المية. هرجعها الوضاع الطبيعي. بالشكل ده. وهبتدي ان انا اعمل كده. بصوا يا شباب اللي يحصل دلوقتي عند بصوا كده. شفتوا اللي حصل. انا عملت بالزكاء لاستنقل. طب انا خلصت كده. لا طبعا. نقدر ان احنا ننزل تحت كده على اللي احنا عاملينه ده. ونخلي كده الشاطر بتاعنا نخليه على اقصى حاجة. شايفين كده عشان يعمل لي التأثير اللي احنا شايفينه ده. ونيجي على الصورة التانية كده. وننزل تحت برضو. ونحط كده الشاطر بتاعنا على اعلى حاجة. فين الشاطر اهو نخليها على اعلى حاجة. فبصوا برضو التأثير حصل في ايه? بصوا يا شباب اهو. طيب هل انا خلصت كده? لا. ده احنا ممكن نعمل حاجة تاني كمان مهمة جدا. انا ممكن اجي هنا كده اهو. بصوا يا شباب. وابتدي ان انا اعمل كده. وادوس كليك يمين. واقول له وابتدي احط كده خلاص بالشكل ده. وابتدي ان انا اعمل من فوق بالشكل ده. وابتدي احطه على اد صورتين بالزبط. وهنا بقى هختار اسمه تعالوا ندور كده على اسمه خلاص اهو. هبتدي احطه هنا كده اهو بالشكل ده. وهاجع على الاول في اول كده وهخلي بصوا كده. ده هخليه كده عند زيرو. خلاص? وهبتدي اجي عند اخر برضو وهبتدي ان انا برضو احط نفس هو هو. بس في النص ما بين المشهدين في الحتة اللي في النص كده. يعني خلنا نمشي في كده. في الحتة اللي في النص دي هزود الكيرف ده كده. او هزوده كده. عشان تبقى الصورة بتاعتي بتتمد بالشكل ده. فبصوا بقى التأثير اللي حصل. شايفين يا شباب? طبعا نقدر نسرع ونبطق. بصوا مع يبقى انا عملت احلى بالزكاء الاصطناعي. لو انا حطيت في الحتة دي كده اهو. بصوا. طيب خلينا نطلع القدام شوية. بصوا كده يا شباب. يبقى انت عملت احلى تأثير وتقدر ان انت تسرع هنا تقدر بدل ما هو سبعة فريم تقدر تخليه خمسة فريم او زي ما انت عايز. طيب فيه تاني ممكن نعمله بالتأثيرات دي. اه نقدر. ازاي بقى? بصوا لو انا عايز اعمل اه نقلة كده بالجنب. يعني خلينا نشيل دي. وبدل ما انا هعمل بتاعي. يعني بدل ما انا هخليه في ده. تعالوا نلغي الكلام ده خالص. انا هشيله هاو عشان ما تطلق بطوش. خلينا نشيل ده خالص. ونشيل من هنا ونضيفهم تاني عشان ما تطلق بطوش. طب لو انا عايز اعمل تأثير مختلف شوية هنا. انا خليته متين في المية وهنا برضو هنخلي متين في المية. علشان يبقى نفس الصورة زي الفيديو. تمام? ما يبقاش فيه اختلاف. طيب وبعدين هضيف برضو وهبتدي اعمل تأثير مختلف. بصوا كده. انا اصدي اوريكم عشان تقدروا ان انتم ايه يعني اه تعملوا زي ما انتم عايزين. انا هضيف هنا وهضيف على الصورة دي. طيب وبعدين بدل ما هعمل يا شباب هاجي هعمل خلاص ما انا موسع الصورة خلي بالك. فانا هاجي اعمل هنا كده. وهبتدي ااجي عند نهاية الصورة الاولانية دي. وهخلي ده ايجي كده. طبعا انا شايفين وسعت الصورة ازاي? فظهرت معايا بقيتها بالشكل ده. او بقيها بالشكل ده. وهبتدي ان انا احط الكيفرين ده في الاخر بالشكل ده. وهاجي على الصورة التانية. الصورة التانية بقى هتبتدي بالعكس. يعني هتبتدي من هنا. بصوا كده. وهتمشي لغاية ما توصل. طبعا احط هنا كيفرين. وبعد كده هتيجي عند اخر الصورة دي كده هو. وهتيجي توصل للجزء اللي احنا عايزينه. اهو. خلاص? علشان يبتدي يشتهد. طب بصوا كده يا شباب اللي انا عملته دلوقتي. شايفين? طبعا نقدر نعمل برضو الشطر انجل. زي ما احنا عايزين. نزوده على الاخر اهو. ونقدر ان احنا نزود الشطر انجل هنا على الاخر برضو. فين الشطر انجل? اهو. نقدر ان احنا نزوده. بصوا كده يا شباب. طيب. لو حسيت بقطع كده في النص بصوا القطع اللي حصل ده اهو. في قطع كده حصل في النص نقدر ان احنا نيجي هنا نكبر شوية. نقدر ان احنا نحط هنا. يعني لو انا دست على دي او دي كده. انا بحط علشان واقلله كده شوية علشان القطع اللي حصل ده ما يحصلش بصوا. هتلاقوا الصورتين بيدخلوا مع بعض اهو. خلاص بس خلي بالك نخلي ده على الاخر هنا. ونخلي ده على الاول هنا. بالشكل ده. فبصوا كده. طيب. نقدر ان احنا كمان نقلله سيكا. اهو. ونقدر بقى ان احنا نصرع ونعمل كل اللي احنا عايزينه. يبقى تقدر تخترع زي ما انت عايز بقى في الترانزيشنز بالزكاء الاستنوعي. انا عايزكم تستفيدوا بكل ميزة بتنزل يا شباب في كل البرامج جوة ادوبي بريمير برو. طبعا بتمنى الدرس بتاع النهاردة يكون عجبكم. لو عجبكم يا ريت ندوس لايك على الفيديو وانشار الفيديو فسال التواصل الاجتماعي. وبتمنى كمان اللي لسه ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديو الجديدة. شكرا ليكم واشوفكم في درس جديد من دروس ادوبي بريمير برو سي سي.